في عصر متسارع الإيقاع صباته العولمة بحضورها الطاغي وسطوتها القوية نحتاج إلى اتكاءة ومتنفس من طول السفر والمسير لنلتقط أنفاسنا وننظم خطواتنا ونخلو إلى أنفسنا عقول وقادة وطاقات متجددة ركيزة من ركائز البناء ومعول من معاول العطاء إنهم يمثلون زهرة العمر وريعانة والحياة بكل نظارتها وبهائها يملؤونها نشاطا وحيوية ويمنحونها ألقا وصفاء والدول التي تعنى بشبابها وتفرد لهم مساحات الإبداع والابتكار هي الدول التي تسود الشعوب وتتقدم ركب النهضة والحضارة كلمات من محب دعوة إلى لقاء حافل بالجديد والمفيد لنستشرف غدا واعدا ومستقبلا ملؤه الأمل والتفاؤل اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطاني لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المزاح الهضار المقصود به المباسدة أن الإنسان يمزح مع أصدقائه ومع إخوانه ومع زملائه يعني نوع من المباسطة أما إذا هذا المزاح يعني خرج من هذا الإطار فإنه يعد سخرية ولا بأس في المزاح يعني ما في مشكلة أن الإنسان يهضر أو يمزح مع أصحابه كما قلت أو أصدقائه أو مع أهل بيته لكنه ينبغي أن يكون بضوابط وشروط وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ويمزح مع نسائه عليه الصلاة والسلام ويمزح حتى مع الأطفال صلوات ربي وتسليماته عليه كان يمزح وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكنه لا يقول إلا خيرا عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأمزح ولكني لا أقول إلا خيرا عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول له يا ذا الأذنين يعني يا أبو أذنين وكان له أخ صغير اسمه أبو عميد كان يمزح معه عليه الصلاة والسلام وكان له عصفور يلعب به فإذا جاء إلى بيت سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال له في يوم أف قط عليه الصلاة والسلام فكان يقول لأبو عميد يا أبا عميد ما فعلن غير وسبحان الله مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قد يكون من باب التودد أو التحبب أو من إيصال معلومة معينة جاءه رجل والحديث في سنن التلمذي رحمه الله تعالى قال يا رسول الله احملني يعني اجعل لي بعيرا أركب عليه احملني اجعل لي داب يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد ناقة وكما قلت أحيانا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من باب التحبب وأحيانا يكون من باب إيصال معلومة معينة فهذا الرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له بعيرا يركب عليه فقال له عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد ناقة فيتعجب الرجل يقول يا رسول الله وماذا أصنع بولد ناقة فقال عليه الصلاة والسلام وهل تليد الإبل إلا النوق يعني هذا الرجل قصد أو فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمل على ولد ناقة الصغير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحبب لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجاءته إمرأة والحديث في السنن قالت يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني الجنة يا رسول الله أدعو الله أن أكون من أهل الجنة وكانت إمرأة عجوز احتوضب ظهرها واشتعل رأسها شيبا وجاءت تتكي على عصات لها فقال لها عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا تدخلها عجوز الجنة تب مرأة عجوز كبير في السن من تدخل الجنة فرجعت المرأة تبكي رجعت العجوز تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها فإنها لا تدخلها عجوز ألم تسمع قول الله جل وعلا إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح مع الصحابة رضوان الله عليهم وكان يمزح مع الكبار والصغار ومع الرجال والنساء فلا بأس أيها الشباب أن الإنسان يهضر مع أصحابه يمزح مع أصحابه لكن كما قلت يبغي أن يكون هذا المزاح بشروط الشرط الأول أن لا يكون فيه استهزاء بدين الله ولا بشيء من شرع الله يعني تمزح بس ما تستهزأ لا بالدين ولا بشيء من شريعة الإسلام أو شيء من الإسلام ما تمزح بأي حاجة فيها استهزاء بدين الله أو تغليل من شأن شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى لأنه بمجرد الاستهزاء قد تقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى وفي حلقة سابقة قلنا قوم استهزأوا بحفظة كتاب الله جل وعلا فكفرهم الله سبحانه وتعالى قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يبقى ما في مشكلة نهزر مع أحبابنا ومع أصحابنا ومع زملانا بس ما يكون في هذا الهضار أو المزاح يكون فيه استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى ثانيا ألا نروع ونخوف فيه الناس إنتوا عارفين أحيانا مرات تلقى شباب قاعدين ويكون واحد صاحبه من نايم يقوم يجيبوا له سكين خطوله في رقبته يصحه فيقوم مخلوع وخايف وبعد ذا يقوم يضحكوا أو بيعلموا أنه يخاف من شيء معين مثلا واحد بيخاف من الضفدر مثلا خلاص أو بيخاف من الدبيب مثلا أي زول بيخاف منه في زول ما بيخاف إخواننا من الثعبان ولا من الكده خلاص يقوم يجيب له شيء كده معمول زي كأنه ثعبان يقوم يخاف به فيقوم مخلوع وخايف هذا الأمر نهانا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة واختموا بذلك أحد الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة خرجوا إلى غزوة فجاءوا واستظلوا تحت شجرة فرقد أحدهم واحد من الصحابة قام نام فجاءوا بحبل فقام فزعا فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلماء فيجوز لنا أن نمزح وأن نهضر مع أحبابنا وأصحابنا وأصدقائنا بس بهذه الشروط وغيرها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنا واصينا للبر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما كانت إلا كلمات من محب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته